طبعا زينب وصلنا لفقارتنا الأولى يلي هي من أهم الأمور يلي ممكن نحكي عنا بهذا الوقت التصدي لفيروس كورونا طرق التعقيم الصحيحة الصحيحة ما بدنا نحن يمكن زينب نبالغ ونغلط بحق حالنا وجسمنا من جراء الاستخدام الخاطئ يمكن لهي المؤخلط يمكن فرح عم نسمع كتير حوادث كمان زينب هذا الشي كتير مهم هلأ رح نتعرف أكيد على هذا الموضوع ونحكي عنه بتفصيل ونحكي عن حالة القلق اللي انتبت المواطنين حول العالم نتيجة استخدام الكحول والمعاقمات وتكرار غسل اليدين واللي بتسبب تكراره طبعا حدوث جفاف بالبشرة وبيعرض الإيدين لحالة من الحكة والأحمرار يصل الأمر إلى التهاب البشرة أيضا وظهور تشققات على هيك شو هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع المعاقمات وشو هو دور الصيدلي في التوعية أكيد لحنا نحكي أكتر عن هذا الموضوع بيسعدنا أكيد نرحب بالصيدلانية لانا دروس وهي حائزة على درجة الماجستير عفوا لونة دروس حائزة على درجة الماجستير بالعلوم الصيدلانية صباح الخير لونة صباح الخير صباح الخير للكون وبدأ يقول دايما الله يحميكم ويحميها البلد من كل شر كورونا وغير كورونا صباح الصحة نحنا دائما نقول صباح الصحة وهذا أهم شيء أكيد يعني كثير مثل ما حلت فرح بالمقدمة كثير من الناس يمكن عم تختلط عليها الأمور ومع متفرق بين التعقيم والتطهير تعقيم الجسم وتعقيم وتطهير الأسطوح الخارجي خلينا وخلينا نعرف أول شيء الفرق بين التعقيم والتطهير وإنه أكثر إليه أكثر فاعلية هلأ بدرجات التنظيف خلينا نسميه بتبلش بموضوع التنظيف بيجي التطهير ثم التعقيم هلأ التعقيم خلينا نخليه للمشافي في مواد خصوصي للتعقيم وهي إجمالا شغل المشافي ما لنا مضطرين لإله ولحسن الحز ما لنا مضطرين لإله هلأ التنظيف بيبلش بتنظيف أي مادة مزيلة لمادة دسيمة لما للأوساخ تسمى منظف وبيندرج تحت السوابين بأشكالها المختلفة سواء كانت السابون العادي أو السائل أو أي أشكاله التطهير هو قتل الجراسيم وممكن المطهيرات استعملها على الجلد الحي على البشرة فهو قتل الجراسيم عن البشرة هلأ المعقيمات هي كمان قتل الجراسيم بس ممكن تكون على السطوح الصلبة على الطاولات والإشياء هلأ مشكلة المعقيمات والحمد لله أنه معنا معتازينها أنه هي بتبقى كتير آسية وصعب نقدر نستعملها على البشرة الحية وريحتها حتى ممكن كتير وممكن تكون مخريشة وممكن تكون مؤزية وحقينا نطبق هذا الحكي على زمن الكورونا خلينا نسميه هلأ نشكر الله أنه المنظفات اللي هي السوابين عم تكون كافية في حال قدرنا لإله فالصابون العادي وإذا نضفنا إيدينا بصابون العادي لفترة كافية فهو كفيل بأنه يقضي على الفيروس في حال صار فيه تماث مباشر المشكلة إنه أحيانا نحن منكون برات البيت مو دايما متوفر هذا الشي فمنلجأ للمطهرات هلأ المطهر الأنسب بهالظرف هاد هو الكحول الكحول بس بدرجة فوق 60 بالمية حسب منظمة صحة العالمية ويفضل يكون في فترة التماس جيدة منشان كمان يعني يكون عنده وقت ياخد مدى على قليلة شي خمس ثواني هلأ ومشان هيك نلاحظ نحن كل أشكال الكحول الموجودة بالبلد وبالعالم عم تكون بشكل جل هلأ نسأل حالنا أنه ليش جل جل لحتى يطيل فترة التماس ويطيل فترة التبخر تبع الكحول لأنه الكحول مادة متبخرة فالفترة بتطول أكتر ما بنعمله بشكل جل بنرفع قوامه فبيطيل فترة التماس وبيسمح أنه الكحول يقوم بشغله يعني جل أحسن من السائل برأيك لتعقيم الإيدان السريع تماما لأنه السائل متبخر الكحول متبخر كتير فليعني يستخدم الكحول بشكل مباشر لأ بنصحه روح للأشكال اللي بشكل جل بنسبة فوق الستين بالمئة أحسن نعم يمكن كمان اليوم صار شكل الإيدان هو دليل على كيف نحن عم نعتني يمكن ونطهر بشكل صح يمكن زينب بيجو بيقولوا إيدي من التعقيم كيف صار خشنة أو هيك هذا ممكن مفهوم خاطئ قد نحن الاستخدام يمكن الصحيح الاستخدام بطريقة صحية يمكن بتحافظ على تعقيم ونظافة الإيدان وبتحميهم كمان من الجفاف خلينا نعرف كيف الطريقة الصحيحة للتعقيم ونحمي حالنا كمان من الجفاف وتشقق البشرة هلأ الحقيقة هو الكحول من إحدى خلينا سمي أسارة الجانبية إنه مجفف نعم فالإسراف هو اللي يؤدي لهالحالة هاي هلأ لما بتكون أنا بشوف كثير مظاهر مثلا أنه أنت بالسيارة فرضا قاعدة وما قيتي شي أو ما طلعتي لمكان عام لسه كل دائتين بحطوا كحول صار في نوع من الفوبيا هلأ ما في داعي ما في داعي كل دائتين نلحق الفيروس لأنه الفيروس ما عم يضي يعني مو موجود أنت مثلا بنفس المكان بغرفة معينة بالبيت قاعدة كنتي برات البيت دقاتي مثلا رحتي عم تعملي شوبينج عم تشتري كل كذا أوكي عقامتي إيديكي فتتي البيت ضغري غسلتي حطيتي مثلا ما شفت الكلور هلأ منحكي علي على الباب نظفتي رجلك خلاص ما في داعي كل دائتين تقوم يتعقمي حالك لأنه أنت يفترض بيتك نظيف فهو الإسراف هو اللي بيؤدي لحالة فرط الجفاف نحنا دايما منقول رسالتنا والاستعمال الجيد للمطهيرات مو معناتها بتكرارة كل شوي كل شوي كل شوي عم يصير فيه جفاف زيادة للبشرة هلأ في نقطة موضوع الاستعمال متكرر نقطة تعني إنه إذا اعتبرنا إنه الكحول هو مجفف للبشرة فنحنا لازم نستخدم ضغري بعضه المطريات مشان نحمي بشرتنا فكمان لازم ننتبه على هالشغلة إنه نحنا نضل عم نستعمال المطريات مشان ما نوصل فنحنا ما في داعي أبدا نوصل لها المرحلة هاي طيب عم نحكي كنا عن المنظفات وأنواعها مننا الكلور هي المادة المشاعة والمتاحة عند كل الناس وكل العائلات خلينا نحكي في بعض العائلات عم تخلطها بالمي عم تحطها على الجلد تستخدمها كمطهر أو حتى على الأساس أو حتى على أدوات المطبخ أو على قريب من شي بيتاكل يعني أنه يفوت على جسم الإنسان أول شي خلينا نحكي عن النسب حلب المي خلينا نحكي أدي خطر هذا الشي كيف لازم يستخدمه العالم الكلور هي شغلة كتير مهمة هاي النقطة هلأ الكلور لما كنت حكيت أنه تدريجة منظف مطهر معقم الكلور يعتبر معقم يعني هو من الدرجات العالية هلأ معقم ويمكن استخدامه على السطوح طبعا يمكن استخدامه على الأيدي بس هل في داعي نستخدمه على الأيدي لا هاي هي الفكرة يعني في ناس عم تصرف باستخدامه وتحطه على إيدي طب ما في داعي هو مخرش بالنهاية فأنتي معنك محتاجة لهذا الشي هلا هو كمعقم أي معقم ممتاز وأي مادة مطلقة للكلور هي معقم ممتاز ممكن استخدامه على السطوح بنسبة 10% حسب منظمة سحة العالمية فبيكون كمعقم يستخدم على السطوح يستخدم لتنظيف مثلا الأرجل قبل المنفوط على البيت هلا مشكلته للكلور أنه هو مثل ما حكينا مخرش طريقة التعامل معه لازم تكون كتير بحذر وبانتباه بالنسبة للأيدي ما في داعي أبدا يكون في تماس مع الأيدي بالنسبة للتنفس هو مخرش فلما الستات عم يصرفوا وتفوتي على البيت بتلاقي ريحة الكلور هافة فيه أوكي بس أنت عم تعملي مع الوقت تخريش للجهاز التنفسي خاصة العيل عندها أطفال يمكن تماما فما في داعي أبدا ممكن تعقم السطوح مثلا بمرحلة ما وخلاص ما في داعي طول النهار نحنا كلور كلور هو ما صارت تخاف يعني أولو الديتول مثلا ما كتير بأنه بينظف لكلور أحسن فصار عنده يمكن فرح خاصة عنده أولاد صغار يعني ما وقفت على هون زينب عم نشوف نحنا خلط المنظفات بطريقة كتير غلط متقول زينب الديتول يوم ما وقفت عند الديتول أو بدون ما نسمي أكتر لكلور أو غيره عم نصير في خلط لمواد عمين توجه عنا يمكن أوقات حرق بالجسم أوقات تخريش مثل ما تفضلت وحكيتي خلينا نحكي عن أهمية الحذر من هاي الأمور والطريقة الصحيحة وشو هي المواد المسموح أنه نخلط المواد الممنوع منع بطن نخلط لأي مادة الكلور ممنوع ينخلط مع أي منظف يعني مشان ما كتير يفوت بتفاصيل سواء عن الفلاش أو غير خلص ممنوع الكلور تنطلق في إصابة صارت لسيدة بلادقية من فترة وتوفت حرام فهو استعمال ناتج عن فوبيا نحنا اللي منقوله دايما ما في داعي نوصل لمرحلة الفوبيا إذا كان عنا معرفة فالمعرفة هي تخلينا نستعمل الأشياء بشكل صحيح وبشكل السليم بدون ما نتسبب بخطر لأولادنا فمشان نختصر الموضوع ممنوع خلط الكلور مع إشي تاني الكلور يستخدم بنسبة تمديد 10% لمسح السطوح وخلص ما في داعي وما في داعي أبدا يكون بتماس مع الأيدي وبتصور لي هاي الطريقة سليمة وسهلة وبسيطة وبتريحنا من كتير تفاصيل طيب خلينا نحكي بحال إذا صار مثل معالة فرح بعض الخلط جفاف أو تأذي بالبشرة كيف ممكن الواحد بهيك بشي سريع ممكن أنه يعالج هذا الشي هلأ خلينا نحكي بشقين هذا الموضوع وقاية وعلاج نحنا عم نضطر نستخدم الكحول خلينا نقول لتطهير الأيدي بتواتر عالي هلأ الحماية بتجي من الكريمات اللي بتحوي على الفازلين الفازلين بشكل طبقة بتحمي البشرة وبتحمي فقد الماء تبع البشرة مشان هيك منصح بهالفترة نرجع للكريمات اللي بتحتوي على الفازلين هلأ ما فيني يقول الفازلين بشكل مباشر ممكن استخدامه بس مشكلته طريقة تعامل معه دبق وممكن يعمل إزعاجات ما كتير فداعي بس الكريمات اللي بتحوي الفازلين منيحة كتير هلأ في شي اسمه مرتبات لازم يكون تواتر استخدامه بنفس درجة تواتر استخدام الكحور خلينا نقول إذا ضلينا عم نحافظ على رطوبة البشرة منحمية إذا وصلنا بسبب ما لحالة تخريج شديدة وقدت لأكزيمة جفاف أو قبل أكزيمة جفاف ونلجأ للكريمات اللي بتحتوي على المرممات مثل الفيتامين اي وممكن والبنتانول البنتانول مرمم كتير منيحة للبشرة وممكن نستخدامه بهالفترة لحالات الجفاف الشديدة خلينا نقول كمان الأمور المهمة والكتير من نسمع أسئلة أنه بالبيت في ورد مجفاف في كتير تحاف في كتير تمثيل كمان هي بتعمل لقلق لست البيت كيف ممكن نتعقمها بطريقة صحيحة هلأ أنا بقول أنه مثل ما حكينا هلأ من شوي ما في داعي للفوبيا كتير يعني نحن ما في داعي يقلوا بالبيت لغرفة عمليات يعني هو عمليا حتى فيروس الكورونا بيقعد على السطوح بفترة محددة طبعا في كتير لغط علي ما لهلأ ما حددوا قديش الفترة بس أنه مو شغلة اللي بتروح بتقعد بالزوايا وبتعيش لفترة طويلة وبتعمل بقرة لأ الحمد لله أنه هو فترة حياتهم مو طويلة وهذا نشكر الله علي فما في داعي نفوت بتفاصيل التمثيل والورد وكذا ما في داعي نروح نشمه طول نهار ونتشعبط فيه يعني بس أنه بالنهاية مو فوبيا لحكاية هلأ الطريقة المسلى لهيك شي هي البخ بس برجع بقلك يعني البيت ما كتير في داعي يكون غرفة عمليات ومعقم ومتهر بالامتياز يعني هي قطعة التمثال مثلا هي شغلة ما طلعت لبرة وتلوست ورجعت فاتت لجوة أوكي هي قطعة موجودة صار لسنين وأيام بنفس المكان يمكن ما كتير في داعي لتعقيمها كتير حلو زينب إنه نحن عم نحكي قديش لازم نكون عننا وعي وطريقة صحيحة في نفس الوقت الموضوع الأهم إنه هاي حالة الهلع الهوس الفوبيا مثل ما حكيتي فيها نخلص منها حتى نعرف ممكن نتصدى بطريقة صحيحة لأنه كمان لا تنسي إنه عمليا لحد هل يقول إنه المتصدي الوحيد لكورونا هو المناعة الزاتية فنحنا بنعرف كمان والدراسات كلها بتقول إنه المناعة الزاتية بتضعف لما بيصير عنا حالة الخوف فنحنا ما في داعي أبدا نحط حالنا بهذا المكان ونعمل هلع نقص مناعتنا الزاتية وما استفيد شي تموم أكيد لنا يعني دور الصيدلي هلأ صار كتير كبير إن كان بالتوعية وإن كان حتى بالأسئلة الشائعة عند الناس وأول سؤال دائما فيه كحول كيف نستخدم فخلينا نحكي عن دور الصيدلي أيضا بزمن الكورونا الحقيقة الصيدلي وأنا بتشكر وبشد على إيد كل الصياد الزملائي اللي موجودين بصيدلياتهم لأنه بيعتبرهم هنن خط الدفاع الأول أنا هيك بسميهم هنن الحدا أول شي اللي عم يتعرض بشكل مباشر ويومي وما بيعرف مين اللي عم يفوت لعنده على الصيدلية وهو الحدا اللي بتحمل مسؤولية التوعية بالدرجة الأولى وخصوصي دور الصيدلي مهم كتير مهم إنه يكون هو أول شي يواعي على حاله على صيدليته وأنا كتير بأياد الحاجز اللي بتحب يحط الصيدلي على الطاولة ومسافة الأمان اللي هي جدا ضرورية التعقيم وضع الماسكات بالصيدلية أثناء ما هو أثناء عمله ثاني شي الدور التوعوي يعني اللي ما بيقتصر على صرف الدواء هو لازم يكون يقدر يواعي العالم عم تفوت عنده يرائب الحالات اللي عم تفوت عنده إذا شك بحالة ممكن تكون كورونا ينصح الأهل فورا بالتوجه للمراكز الصحية بشان يعملوا الإجراءات ويحمي باقي العيلة والمجتمع اللي هو فيه أو الضائع اللي هو فيه وهذا نقطة كتير مهمة لأنه عدم انتشار الكورونا هو مسؤولية كل واحد فينا ومسؤولية الوعي اللي موجود عندنا كل عياتنا صحيح لأنه هيك طبعا عم نحاول قدر الإمكان ننشر الوعي بطريقة بسيطة نبعد الناس شوي عن حالة الهيستيريا اللي عم نشوفها عندها والرعب منها والبعض لآخر أوقات يمكن عم توصل في الدرجة حتى عم بيخاف من الأكل لهاي الدرجة عم بيخاف فيها فنحنا بنقول لا كل شي يزاد عن حده نقص ضده الفيروس أكيد مرشي نستهيم فيه لكن بنفس الوقت طريقة صحيحة للتعقيم وهذا الشي اللي وعيتنا عليه حضرتك كما بنقلك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا شكرا كتير للكم وشكرا للوعي اللي اللي تبصو